السلام عليكم ده امتحان المدرسة عندي وحبيت اشارككم المعلومة علشان تقدروا تستفيدوا باقصى استفادة ممكنة من فكرة الامتحان لان لو كل مدرس شارك المتابعين بطوله وامتحاناته اكيد مش حابة فيه امتحانات بعد كده هيبقى في غش مهم ده الامتحان اللي ان شاء الله عامله في المدرسة وان شاء الله رب العالمين احتمال اعمل عليه شوية تغييرات بس هو ده هيبقى التقريب عن القطوط العريضة للامتحان هو عبارة عن عشر اسئلة وما حبتش اعمل قطعة فهم طبعا كل مدرس حر يختار النوعية الاسئلة اللي هو عايزها لو بزارة بتقدم له كمية اسئلة معانا وهو يختار منها والاسئلة عموما بتناسب مستوى الطلاب اللي عنده في الفصل يلا بينا صايل عنده قرون كبيرة يلا بينا على الماتشنج كلوروبلاستيس كلوروبلاست اللي هي البلاستيذات الخضراء اللي هو الرئتين وطبعا عندنا رئتين اتنين اللي هي نمبر اللي هي هتوصلها ب اللي هي التحت تاني واحدة نمبر ثري طبعا الجمال رائعة هي أساسا ربنا خلقها للصحراء دي طبعا سؤال ترتيب السؤال اللي بعده هتعالوا بينا نبص الكات القطة هيفير بعد كده هتلاحز ان فيه وده السؤال الثالث والأخير وانا الحقيقة عايزة أقول لكم على حاجة غريبة احنا في سنة ثالثة كنا بناخد الكوما زو الحاجات دي كلها خلصنا البنكتوشن كله في سنة ثالثة جينا في رابع بنعيد نفس الكلام على الحرف الاول في الاخر بتحس اللي معامل المنهج ده للأسف شديد جدا مش عنده رؤية او من الاخر كده يعني الرامل اللي فات كله وبدأ يشتغل من قوله جديد المهم ده الحرف الاول وفلسطوب حتى انا بروسطي لكم النقطة ما حاولتش يعني عشان تباين قوي والجملة التانية الاتش كابيتل واخرك على مستفال وانها مكتوبة how heavy is the elephant بكده هنكون انهينا الامتحان نتقابل ان شاء الله في امتحان تاني هتوحشون